موسيقى عناوين الأخبار النائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يفتتح الجولة الثانية من الدورة التدريبية للديبلوماسيين موسيقى موسيقى وزارة الخارجية في بيانها الصحفي تدعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من هجوم الجبهة الشعبية لتحرير تيغرايا الإرهابية موسيقى موسيقى هذه الأخبار من التلفزيون الإثيوبي يقدمها لكم فورك هانس حث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكنن الحكومة على العمل الجاد للتغلب على الضغوطات الخارجية جاء ذلك أثناء افتتاح دمك اليوم الجولة الثانية من التدريب للديبلوماسيين والتي تدوم لمدة أسبوع وفي رسالته للديبلوماسيين قال أنه يجب تعزيز الجهود الدبلوماسية للبلاد لمواجهة الدغوط الخارجية الحالية مشيرا فإن الوزارة قامت بعمل مشجع من خلال البعثات الدبلوماسية وأوضح بأن بناء قدرة الدبلوماسيين ضرورية حتى نتمكن من الصمود أمام الضغوطات الأجنبية المتمثلة بالتقارير الكاذبة التي تزداد من حين لآخر وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أن التدريب سيركز على تحسين عمليات وزارة الخارجية وخلق تفاهم متبادل بين الدبلوماسيين وتحقيق الإصلاح المؤسسي وتعديد الدبلوماسية وغيرها من القضايا تيزات الصلاة قالت وزارة الخارجية الإثيوبيا في بيان أصدرت اليوم أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي واصلت انتهاكاتها الخطيرة بهدف العودة إلى السلطة إلى السياسة من خلال ذرع الخوف بين الناس وتسببت الجبهة في أذمات إنسانية في مناطق شمال جوندر وولو التي قذتها الجماعة برفض قرار الحكومة لوقف إطلاق النار الإنساني من جانب واحد وبذلك أثبتت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي مرة أخرى عداوتها لشعب أمهر وطبقا للبيان الصحفي تشير التقارير الواردة من محافظة شمال ولو المحتلة وغوندر المجاورة إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تقوم بتعطيل حركة الناس كما أن الجنود التابعين للجبهة يقومون بسرقة المذارعين محصولهم الذراعي الذي أتى وقت حصاده وتابع بيان وزارة الخارجية بأن دور الحصانة والمدارس والكليات والبنوك والمراكز الصحية والفنادق وغيرها من المؤسسات لم تثلم من الأعمال التخريبية التي تقوم بها الجماعة كما استهدفت هذه الجماعة الغير مسؤولة مشروع ثك حديد الذي يربط أواش والديا حارا كوبايا وأشار البيان إلى أن أفعال الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لن تساهم في تقديم شعب تيجراي بل ستؤدي إلى زيادة العداء والاستياء بين أهالي أمهرى وتيجراي ودعت الخارجية في بيانها الصحفي المجتمع الدولي إلى أعطاء الاهتمام الواجب لمحنة واحتياجات السكان في شمال ولو وغوندر كجزء من طلباتها المتكررة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين قالت وكالة أمن الشبكات الإلكترونية الإثيوبية أنها في العام الإثيوبي المنصر تمت 2800 محاولة هجوم إلكتروني على مؤسسات إثيوبية مختلفة جاء ذلك أثناء الاحتفال باليوم الوطني للأمن السيبراني حسب مدير عام للوكالة الدكتور شوماتيك زاو وقال إن عمليات الهجوم الإلكتروني شهدت تصاعدا تذامنا مع الجولة الثانية من تعبئة سد النهضة في إثيوبيا وإجراء الانتخابات الوطنية العامة والحرب لإنفاذ القانون في الجزء الشمالي من البلاد وقال إن معظم الهجمات استهدفت مؤسسات اقتصادية وسياسية واجتماعية في البلاد حيث تم التصدي لها دون أن تتسبب في أي أضرار كبيرة وقال أنه إذا لم يتم إيقاف الهجوم السيبراني لكان قد تسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية وسياسية ضخمة في البلاد ومن جانبه قال وزير التربية والتعليم البروفيسور برهان نقا إذا لم يتم اتخاذ احتياطات كافية ضد الهجمات الإلكترونية فقد تكون هناك تهديدات خطيرة للمؤسسات الوطنية وتشير الدراسات إلى أن الهجمات الإلكترونية العالمية كلفت 2.5 تريليون دولار حتى حلول عام 2020 قال مدير العلاقات العامة بالهيئة ديبي زاودي أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعية تنشر معلومات كاذبة تدعي فيها بأن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى المحتاجين في إقليم تيجري وأضاف دبي إن الحكومة تعمل بالشراكة مع المنظمات الإنسانية لتعزيز عملية توزيع المساعدات الإنسانية في ولاية تيجري وبناء عليه تم إقامة جسر إنساني بين مدينة أديس أبابا ومكالي تم تسير فيها 21 لحظة جوية لنقل المساعدات الإنسانية حتى نهاية الإسبوع الماضي كما نقلت 686 شاحنة مساعدات إنسانية إلى مدينة مكالي عبر مدينة سامرة بإقليم عفر بالإضافة إلى 700 ألف لتر من الوقود كما تلقت منظمة اليونيوثيف أغزية وإمدادات طبية طارئة من الاتحاد الأوروبي لصالح إقليم تيجري وقال أنه تم التأكد على أنه سيتم نقل أكثر من 286 مليون برن إلى مكالي لتنفيذ وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى المنطقة إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية المحايدة فضحت هذه الأكاذيب التي تنشرها من أجل تحقيق دوافعها الخفية وتغويد جهود الحكومة وصل وفد سوداني إلى أديس أباباب رئاسة المستشار الفني لشركة الكهرباء السودانية لإجراء محادثات مع مسؤولي الطاقة الكهربائية الإثيوبيين حول تبادل الطاقة المرتغبة بين إثيوبيا والسودان لدى وصول الوفد الذي يرأسه أحمد آدم عمر مدير دارة استراتيجية واستشار الطاقة الكهربائية الإثيوبيا إلى مطار بوليد دولي كان في استقباله مسؤول هيئة الطاقة الكهربائية واندسان تشوم وبحسب واندسان فقد وصل الوفد إلى أديس أبابالي مناغشة الجهود الجارية لتعزيز علاقات البلدين وأشار إلى أن مسؤولية هيئة الكهرباء الإثيوبيا قد ذار الخرطومة سابقا للتفاوض مع مسؤولي شركة الطاقة السودانية وقال إن المحادثات التي ستعقد في أديس أبابا تهدف إلى حل القضايا العالقة التي أثيرت في المفاوضات السابقة وتحديد التوجيهات المستقبلية وقال إن المحادثات ستركز على طلب شركة الكهرباء السودانية شراء ألف ميجاواط إضافية من الكهرباء من إثيوبيا فضلا عن بناء خط ومحطة فرعية وستعقد المحادثات على مدى الأيام الخمسة المقبلة ابتداء من الأول من أكتوبر عام 2021 وتقوم إثيوبيا بتزويد 230 ميجاواط حاليا من الكهرباء للسودان بالإضافة إلى تزويد الكهرباء إلى كل من جبوتي وتخطط البيع الكهرباء إلى كينيا ووفقا لشركة الطاقة الكهربائية الإثيوبيا تعمل إثيوبيا على إقامة علاقة سنائية بهذا الشأن مع أرض الصومال والصومال وتنذانيا وإيرتريا وجنوب السودان ودول إفريقية أخرى أفاد مكتب الاتصال بإغليم مهر الانتهاء من نسبة 41.1% من العمل الجاري على بناء جسر أباي البديل حيث شهدت عملية البناء تباطؤ كبير ويجري تشهيد جسر النيل البديل من قبل الشركة الصينية للبناء 41.1% وقام رئيس إغليم أمهر الدكتور يلك الكافيالة ومسؤولون بذيارة ميدانية إلى المشروع للاطلاع على ثير العمل فيه والجدير بالذكر أن عملية بناء الجسر البديل لنهر أباي بدأت عام 2018 ويبلغ عرض الجسر 43 مترا وطوله 380 مترا وعلى الرغم من مرور عامان وشهرين على بدء المشروع فقد كان من المتوقع أن تصل مرحلة البناء إلى أكثر من 69.1% ولكن عددا من الأسباب حالت دون تحقق ذلك وعلى رأسها جائحة كورونا وتباطؤ عملية إخلاء الممتلكات العامة والخصة من أماكن المشروع ونقص مواد البناء التي أعاقت خطة العمل نظمت الثفارة الأثيوبية في الجزائر مناغشات عبر الإنترنت في مجال العلوم والتعليم شارك فيه مثؤلون رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم في البلدين وتهدف المناغشة إلى تقوية التعاون بين إثيوبيا والجزائر في مجال التعليم حيث ناغش المثؤلون كيفية تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والعلوم وقال السفير الأثيوبي لدى الجزائر لنبيات غيتاتشو إن التعاون بين مؤسسة التعليم العالي في إفريقيا سيساهم بشكل كبير في تبادل أفضل الممارثات في مجال التنمية بين البلدين ويعذز الوحدة الأفريقية وأشار إلى أن تبادل الممارثات في مجالات التدريب والتعليم والبحث ونقل التكنولوجيا بين إثيوبيا والجزائر سلعب دورا رئيسيا في ذيادة تعزيز العلاقات السنائية بين البلدين وأكد السيد ساليني سامويل مدير التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم على أن الوزارة مستعدة للعمل مع الجزائر ومن جانب أعرب السيد أفيسكي سيداني مدير التعاون الدولي بوزارة العلوم والتعليم العالي الجزائري أن الجزائر مستعدة للعمل مع مؤسسات التعليم العالي الأثيوبيا وتعزيز العلاقات بين جامعة البلدين في مختلف مجالات الدراسات وتغوية العلاقات بينهما وبحسب المصادر من الثفارة الأثيوبية في الجزائر وقعت أثيوبيا والجزائر التفاقية تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا في عام 2021 في إطار المبادرة الأثيوبية للبصمة الخضرة أرسلت إثيوبيا 40 ألف شتلة إلى جبوتي اليوم وذلك كجزء من خطة تزويد الدول المجاورة بالشتيلات وفي حديث بهذه المناثبة قال رئيس بلدية مدينة دريدواء خضر جوهر إن الوضع يعكس رغبة إثيوبيا في تطوير علاقتها مع الدول الجوار إلى أبعد ما وراء العلاقات الاقتصادية وأن إرسال الشتلات يدل على رغبة إثيوبيا في العمل يد بيد مع جبوتي من أجل تحقيق الرقاء المشترك وأضاف رئيس البلدية بأن المدينة تلعب بنصيبها الأكبر في تنمية العلاقات بين البلدين وأوضح أن إدارتي أعدت 40 ألف شتلة وفقا لخطة إثيوبيا لتزويد جبوتي ب200 ألف شتلة هذا الطيف وأن البلدين سيعملان مع جامعة دريدواء من أجل الحد من آثار تغير المناخ وذكر أنه من بين 7 مليارات شتلة عدتها إثيوبيا لغرسها في هذا الشتاء سيتم إرسال منها مليار شتلة إلى دول الجوار وقال ماسر الشايمر مدير هيئة تنمية الغابات والحفاظ عليها إن مدينة دريدواء وجبوتي تشتركان في نفس الطقس والمناخ مما سيمكنهما من العمل بصورة مشتركة لمكافحة تغيير المناخ وقع تهاية حماية الحياة البرية الإثيوبيا مزكرة تفاهم مع مؤسسات المحميات الإفريقية لتنفيذ برامج بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لإدارة المحميات العابرة للحدود ويشمل البرامج عددا من المحميات الإثيوبيا منها محمية جانبيلا وأومو هي من المواقع السياحية البيئية التي سيتم تطويرها في إثيوبيا وفقا لمذكرة التفاهم ويهدف الاتفاق أيضا إلى إدارة النظام البيئي العابرة للحدود وأنشطة الحفاظ على الموارد الطبيعية في المناطق الحدودية بين إثيوبيا وجنوب السودان كما يتم تضمين أنشطة البنية التحتية وتنمية المجتمع في المواقع المستهتفة مشاهدين الكرام قبل نهاية نشرتنا الأخبار فلنذكركم بأهم العناوين نائب رئيس الوضراء ووزير الخارجية يفتتح الجولة الثانية من الدورة التدريبية للديبلوماسيين ترجمة نانسي قنقر